الله! 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 إنها ثورة المحرومين في العراق وحذاري من تخوينها الوطنية والفساد نقيضان لا يلتقيان ومن ادعى الأولى وعمل بالثانية فقد فضحته أفعاله قبل أقواله والطائفية هي أم الكبائر والإصلاح الحقيقي هو السد الأقوى في مواجهة أية أزمة وكيف يتم الإصلاح ما لم تتغير الأحزاب الجاثمة على أنفاس العراقيين منذ أعوام وها هو التغيير قد اقترب في الأروقة الشعبية والسياسية تطرح الفعاليات الرسمية دعوات لناشطي التظاهرات إلى تنظيم أنفسهم سياسيا ولعل ما يؤكد ذلك الدعوة الصريحة التي أطلقها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال كلمته الخاصة بإعلان موعد الانتخابات المبكرة والتي جاء فيها أدعو أن ينتظم الشباب والأحزاب السياسية والمفكرين والوجهاء والاستعداد لإحداث نقلة نوعية وانتشار العراق من فوضى الصراعات إلى الأمن والازدهار والتنافس السياسي الشريف إرادتكم ستغير وجه العراق ثقة عالية تضعها الحكومة بأداء ناشطي التظاهرات وتسعى جاهدة لإبقاء روح الانتفاضة حاضرة في العمل السياسي بل حتى في العمل الرقابي على الانتخابات إذ وجه عبدالحسين الهنداوي دعوة للمتظاهرين بإنشاء مجموعة رقابية على نزاهة الانتخابات من حق المتظاهرين تشكيل شبكة مراقبين تعمل مع المفوضية في كافة المستويات هذا الأمر موجود حتى بالقانون من حقهم تشكيل شبكة مراقبة وشبكات المراقبة لا تراقب يوم الاختراح فقط في الواقع شبكات المراقبة من حقها تراقب عمل المفوضية من الأليف إلى الياء فيما يرى ناشطون في الحراك أن زج المتظاهرين في العملية السياسية قد يجهض الحراك الشعبي ويثنيه عن دوره الرئيس في رقابة الأداء الحكومي هذا مفهوم احتجاج الاحتجاج السلمي وحدة من السلوكيات الشعبية بالنظم الديمقراطية حتى الشعب يسمع صوته للسلطة ويقولهم أنه أنتم ماشيين بطريق مو صحيح ماذا يخدمني فمن ريد أنه نحول الاحتجاج السلمي إلى حركات حزبية أو إلى مكاسب انتخابية أن هذا رح يأثر على سمعة الاحتجاج السلمي في داخل نفوس المواطنين العراقيين بالعموم وبين الدعوات الحكومية وآراء الناشطين يحذر مراقبون من عدم تحقيق الانتخابات المبكرة أي تنتيجة تذكر في حال عدم استحداث قوائم انتخابية أو كيانات سياسية جديدة تحقق الرغبات والتطلعات الشعبية المنطلقة من مطالب المحتجين ولا سيما تأسيس نظام حكم مدني غير موال لأي جهة خارجية أو دولة مجاورة